يحتدم السباق الانتخابي الإيراني مع اقتراب السادس عشر من يونيو المقبل إلى نوع هذه المنافسة من المرجح أن تمحصر بين ثلاثة مرشحين فقط بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى هم رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي والرئيس السابق للبرلمان علي لاراجاني وأيضاً النائب الأول الإصلاحي للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري يرى معهد واشنطن أن آية الله إبراهيم رئيسي وهو المرشح الأوفر حظاً إذ لمح المرشد الأعلى علي خامنئي إلى ضرورة ترشحه عبر وسائل مختلفة قد يكون دعم خامنئي الضمني لرئيسي أثر أيضاً على مرشحين محافظين بارزين مثل رئيس البرلمان محمد باقر قلباف مما دفعهم للامتناع عن الترشح أيضاً يرى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أنه من الممكن أن يقود رئيسي حملة ليصبح أيضاً المرشد الأعلى إذ يقول بعض المراقبين للشأن الإيرانية أن النظام كان يهيئ رئيسي لخلافة خامنئي منذ بضع سنوات وذلك من خلال اتخاذ بعض الإجراءات مثل رفعه إلى ردبة آية الله وجعل وسائل الإعلام الحكومية تربط صورته مراراً وتكراراً بصورة خامنئي يرى معهد واشنطن أن رئيسي سيحاول توحيد المعسكر المحافظ خلفه أكثر رئيسي أيضاً فضل التركيز على الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية في حين لم يتطرق للبرنامج النووي والعلاقات مع واشنطن منذ حملة الانتخابية عام 2017 يرى معهد واشنطن أيضاً أن علي لاريجاني قد يبرز كمنافس أساسي لرئيسي من خلال استمالة قاعدة روحاني وذلك رغم افتقاره إلى الجاذبية بالنسبة إلى عامة الناس وعدم تمتعه بقاعدة ناخبين قوية خاصة به إلا أنه ما يزال بإمكان لاريجاني أن يجعل نفسه كمرشح تسوية من خلال جذب البراجماتيين الذين لا يريدون رؤية رئيسي في منصب الرئاسة في هذا الصدد أطلق متشددون في وسائل التواصل الاجتماعي شعرات مثل لاريجاني هو روحاني لربط المرشح بسياسات الإدارة الحالية بطريقة سلبية يضيف معهد واشنطن لدراسات أن الإصلاحيين يحاولون التعامل مع احتمال تصدي النظام لهم وأبرز من سجلوه هو النائب الأول لرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري رغم أنه لا يتبع الإصلاحية بحد ذاتها ترجمة نانسي قنقر أمام هذه الانتخابات يظهر إحباط الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي جاليا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومثلث الانتخابات كما يدعوها البعض حيث يتنافس كل من جهانجيري ولاريجاني ورئيسي ويخشى النظام مشاركة متدنية وخاصة عن البلاد سجلت أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات السابقة يقول حساب إيران حرة إن النظام يدعونا للانتخابات ويقنعنا أن إيران تقوم على صندوق الاقتراع متسائلا لماذا نصوت عندما حصدت تظاهرة سلمية في نوفمبر 2019 أرواح 1500 شخص ولم يكن هناك أمن في المجتمع وزاد الفقر والقمع من ناحية أخرى أطلق متشددون في وسائل التواصل الاجتماعي شعارات مثل لاريجاني هو روحاني لربط المرشح بسياسات الإدارة الحالية بطريقة سلبية علي جميل يقول علي لاريجاني هو نسخة شبيهة من روحاني ولكن أكثر إطاعة وتبعية للمرشد من الصعب التصور أن الناس بعد ثلاثة أشهر سيصوتون لشخص شبيه بروحاني أما مغرد آخر على تويتر فقد اعتبر الانتخابات صفقة ستوصل لاريجاني للحكم وتهمش الطيارات الأخرى هدف علي لاريجاني هو رئاسة الجمهورية بعد حسن روحاني وكل هذه صفقة على جثمان الطيار الإصلاحي المقموع منذ انتخابات عام 88 أما خالد عبد الرحيم فيصف إبراهيم رئيسي بقاضي الموت وينقل ردا له على سؤال من صحفي ويشرح خالد عبد الرحيم في تغريدة أخرى أن رئيسي لقب بقاضي الموت نظرا لدوره في العديد من الإعدامات السابقة في البلاد ترجمة نانسي قنقر